8 مليارات نسمة تمركز زيادة السكانية الأعلى في القارة الآسيوية وترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية إذ بات الناس يعمرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والأدوية الهند هي ثاني دولة من حيث عدد السكان بأقل من مليار واربعمائة مليون ولكن من المتوقع أن تنافس الصين في عام 2027 وتعد القارة الأفريقية الأسرع نموا في معدل النمو السكاني ويتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول عام 2050 وبحسب تقرير الأمم المتحدة تعد مصر هي البلد العربي الوحيد الذي جاء على قائمة الدول الثمانية التي ستسهم في زيادة عدد سكان العالم بحلول عام 2030 أما في أوروبا فيتوقع أن يخفض عدد السكان في 55 بلدا بأكثر من 15% مع حلول عام 2050 إذن فمعدلات النمو السكاني لكل دولة تظل مرتبطة بالخطة الاستراتيجية المناسبة وما يتلعم مع قدرتها على توظيف إمكاناتها للفرد وما يحقق النمو والازدهار وخلافا لذلك قد يتحول الأمر إلى قنبلة سكانية تفاقم مشاكل الاقتصادية شكرا